صباح و أهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدنا نتحدث على الجالكسي S21 S21 Plus ولا حتى S21 Ultra هالتلفونات بعدها نازلي من سامسون هالله واليوم بدأ أعطيكم أول عشر شغلات لازم نعملون لما ناخد هالتلفونات من العلبة حتى نقدر نستمتعهم ونستمتع كل هالمميزات اللي يجيت فيهم يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي عمال الاشتراك خلينا نبدلش الفيديو عملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة قمنا التلفونات جديد من سامسون لديه S21 موجود هنا عن اليمين والمميزات اللي حتيش فيها ستكون كتير قريبة من S21 Plus لذلك ما جايب الـ Plus بالنص لدينا العادة وعننا الـ Ultra الـ S21 Ultra عنده شغلة زيادة كم ممتنة نستعمل معه الألم ولكن نتحدث معه من بعد قليل أول شيء بنا نتحدث عنه هالتلفونات ناتون هي المميزات اللي قدر نعملها منشوف عندي أنا الـ Lock screens هوني عن الفيديوهات الحلوة سأخبركم كمان هلا كيف منعملهم الـ Fingerprint sensor الموجودين هوني سيكونوا كتير كتير مناحة أقوى كتير من اللي نشتنيهم من قبل ولازم نتحدث عنهم كمان نشوف شو لازم نعمل أول شيء بنا نتحدث عنه لازم نتحدث عن التطبيق اسمه Smart Switch إذا ما مستعملينه من قبل هتعرفوا عنه هلا هات التطبيق يساعدنا نقدر نقيم المعلومات تعيتنا من التليفون القديم طبعا للتليفون الجديد وبالنسبة لي أنا نقلت كل معلوماتي من الـ S20 من السمه الماضي نزلتهم على الـ S21 Ultra هوني وهون منقدر نبلش فيه من نقل المعلوماتنا من التليفونية الـ iPhone Windows Phone إذا بعضهم موجودين عندكم ببعرف لي حطينه وكمان عنا هون الـ Galaxy Android منقدر نقل وأحسن شيء فينا نعملونه فينا نعمل باللاسلكة مثلا بالـ Wi-Fi وغيرها كيفية نستعمل الشريط اللي يأتي بالعلبة الـ USB-C لـ USB-C سيكون أسرع شيء ومثل ما شفته هون بيعطينا مثل كرنيب آخر البعض ما يعمل التحويل كله بقال لي شو اللي عم المعلومات اللي يحولها 354 طبيق 447 فيديو 5173 يلا طارق يخربها في صور موجودين عند التليفون وعندنا كمان ملفات ناجيبين معهم بس تقريبا 50 جيجا بايت كثير كثير منيحة وهين كثير تقدر تستعملوها مثل ما تركن بالشريط أما بالـ Wi-Fi أسرع شيء بيكون على الشريط الشغل الثاني الذي نتحدث فيها أول شيء صارت ما بعرف ليه كي سامسون بظلت تعملها لدينا هذا الـ PowerBot الموجود على التليفون بأول شيء لما بتقيموه من العلبة ما حيمشي مثل ما أنتم مفكرين حيمشي بدكم تدوروه و تضبطوه حتى يقدر يعمل الـ PowerMenu هلأ لازم كيف نعمله فيه طريقتين إذا كنت تخلوه مثل ما هو معناته بدكم تستعملوا الـ Wixby الموجودة هون نسحبها من فوق و ننزلها كلها على الآخر لدينا هنا موجود الـ PowerMenu وهذا هو الذي نستطيع أن نصل إلى هنا مع أنه أنا باعتقادة صراحة تأخذ كثير من حركات لنستطيع أن ننزلها نعمل نفس الشيء أول شيء نفتح و نعمل الـ Power لدينا هنا الزر الذي نكبس و يقولنا الـ Remap كيف نستطيع أن نضبط هذا الزر ماذا نعمل هنا؟ فقط نستطيع أن نغييره من هنا فوق نستطيع أن نغييره عادة لذي نظل نكبس كابستين بدور الكاميرا نقبسها و يصبح الـ PowerMenu مثل العادة وهذه شغلة كثير مهمة و يجب أن تعرفوها اختاروا ما تريدون إليه ولكن على ما تعرفوا كيف تغييروها الشيء الثاني نتحدث فيها أنه فقط مثل الأصبع هنا يتميش بسرعة كثير لذي نغييره هنا صار أكبر من قبل معناته مجرد بأنني أعمل كابستي عليه و أصبعي يمشي بسرعة يعني أن يقوم بشيء صراحة شيء يضحك معقول أن يكون كثير سريع لكن يجب أن نضبط هذه الشغلات و نعملها على التليفون و نفوت تحت الـ Biometrics & Security و لدينا اختيارين لذي نضبط الوجه نبعنا و يمكننا أن نضع الأصابيع أنا أنصحكم أن تعملوا الأصبع هنا إذا تستعملوا الأصبع هنا إذا تستعملوا الأصبعكم على اليمين عملوه على الشمال أنا لم أعرفوا أمين سيأتي وقت و تكون تقلبوا التليفون من اليمين للشمال و تستعملوا 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 عليه و تكونوا تستعملوا على إشكال و أنا بالنسبة له هذه كثير كثير هنا و تكون خاصة كثير للسيكوريتي يجب أن نعمل عليه للتليفون سوزبطوها و نعملوها بسرعة ستعملوا كثير من الحلقة الشيء الثاني كمان بنتحدث فيه إذا قررتوا تستعملوا One UI 3.1 هذا السيستام الذي نقدر نرى و هون ماذا نعمل لنقدر نعمل كل معلوماتنا على التطبيقات لدينا الأب درور فينا نسعب فيه و نفوت عليه على الشمال لدينا كمان الطريقة أن نقدر نضبط الاختيارات لدينا سوف نقبس الكابسة بالنص دعنا نقبس المرة واحدة هنا و لدينا اختيار على الشمال يمكننا أن ندور الشاشة الموجودة على الشمال يأما على الـ Google Discover يأما على الـ Samson Free هذا هو كايتون على التليفزيون يمكنكم تعرفون أنه هناك دعايات ولكن تكون بلاشة لألكون تقطوها على الشمال و جميعا أن نستطيع دورها إذا لم تكن لديها تطفوها كلها يأما تختاروا الاختيار الثاني أنا بالنسبة للأقلية بفضل أن نضبط على الـ Google Discover لأن هذا هو الـ Google Feed سوف نستطيع استعماله هنا على الشاشة الشغلة الثانية التي يجب أن نعرفها أيضا أن تحت الـ Settings يمكننا أن نغيّر كم شغلة الحجم الشاشة تقعيت الـ Grid للشاشة هنا الـ 5x6 تكون هنا خمسة بأربعة لأن هذا الشاشة أصغر يمكننا أن نكبرها مثل ما تلكون 5x6 تغيّر الشكل و تصبط كثير الـ App Screen Grid يمكننا أيضا أن نزغره أما نكبر هنا الشغلة الوحيدة التي يجب أن نتذكّرها أن هذه المعلومات عندما تزبطوها يبدأ تعمل الـ Restartler Screen و ترجع تمشي مظبوط أخر شيء أريد أن أضعكم أيضا هذا الزر الموجود يسميه هذا عادة يكون مطفئ معناته عندما تكونوا متوجودة التليفون أول شيء تسحبه من فوق ستفتحكم الـ App drawer و تسحبه مرة أخرى تحت تعمل نفس الشيء معناته هذا الـ Loop لكن بالنسبة لي أعتقدت أن الشاشة حتى عندما تكون 6.7 رغم أنه منا كثير كثير كبيرة تصبح كبيرة لدرجة أنه أصبعنا لا يصل إلى فوق لذلك يجب أن نغيرها و نغيرها و نعمل الـ Swipe Down للـ Open Notification لأنه عندما نسحب من فوق تعملنا الـ Notification و عندما نسحب من تحر بنظلنا نفوت على مطاح التطبيق كثير كثير منيح و كثير هيني و تقدر مثل ما تزبطوها تطفوها على الشمال مثل ما تكون تعملوا أو حتى تدوروا سامسون الآن الشغلة الثانية بنا نتحدث فيها أنه شغلة نسمينا Default Application هذه معناته ما هي التطبيقات الموجودة على التليفون التي نستعملها على الـ Default مثلا الـ Browser موجود مثل ما تشوفوا عننا Chrome الـ Call Redirecting App ما عندي واحدة موجودة هنا لكن Digital Assistant موجود مثل ما تشوفوا جوجل طبعي فينا نغيره إذا بدنا نغير الموضوع و نضبطه الـ Home Launcher هيدا الـ One UI بس أنا بالنسبة لي إذا بتكونوا تغيروها بالمستقبل التي تنزلوا شيء جديد يجب أن تفوتوا تحت الـ Apps تحت الـ Default Apps و تغيروها للـ Nova لأنه إذا ما غيرتوها ما ستقلب إذا كانت تكون لونشر ثاني سيمشي نفس الشيء تغيروها ستكون تحت هيدا بس السبب اللي أنا بتفاجيكم عليها هالشاشة لأنه أنا بالنسبة لي بحب تغير الـ Messaging Application هون السيستامي بيأتي لما بجيبوا التليفون تغير منه لـ Samson عندهم Messages هيدا تتعيطهم التطبيق أنا بحب استعمل الـ Google Messages لأن الـ RCS موجود عليها هون بأميركا عشان هيك لازم استعملها و لازم إقلبها مجرد ما إقلبها خلص كلما بيجيين ميسج عليها للشاشة من فوق بتجي تغير تطبيق الميسج و لا تتغير يمكنكم تغيروا التليفون يمكنكم تغيروا الهوم بيج هذه الشغلات موجودة كثير مصبوطة لكن هذه المفروض تعرفوها تحت الـ Apps تحت الـ Apps تشوفوا هون التطبيقات وتشوفوا هون الـ Default Apps يمكنكم تغيروها هلأ خلينا نبدأ نتحدث عن شغلات معمولة خصوصيا للـ Ultra و معمولة خصوصيا للـ S21 و S21 Plus تحت الـ Setings هنفوت على الـ Display هنا شغلات شوية مختلفة يمكننا نعمل الـ Dark Mode و Light Mode موجودة من هنا كما نلاحظون هنا نبدأ نتحدث عن الفرق بين هذه الشاشتين و معناته أن على الـ S21 و S21 Plus سيكون لدينا الـ 1080p 120 هرتز على الـ S21 Ultra لدينا اختيارات زيادة يمكننا استعمال الـ Smooth Motion المكتوبة هنا Smooth Adaptive Motion تقدر تدور بين الـ S21 و S21 Plus من الـ 40fps إلى الـ 120 على الـ S21 Ultra من الـ 10 إلى الـ 120 هذه الشغلة نريد أن نعرفها و هناك أيضا نعمل الـ Standard تجعلها تغريبا على الـ 60fps إذا نريد أن نوفر بطارية هذا ما يجب أن نعملها الشغل هو واحدة للفرق بين اثنين هي أن هذه فقط 10ATP و لا نريد أن نغيرها ببقى لدينا الـ QHD مثل ما كان لدينا بالقبل هنا يجب أن نعمل لدينا نغيرها أول ما تجيبوها من اللي تفتحوا التليفون ستكون على الـ Full HD Plus لا تتغير بعدين نريد أن نغيرها وبالنسبة لي أنني أستمتع على كل أوتو مدور أنا الـ Full HD مع الـ WQHD مع الـ 2K مع الـ 120 حتى أستطيع أن نبسط فيها ما أريده هذه الشغلة موجودة فقط على الـ S21 Ultra ما موجودة على الـ S21 و أيضا هنا نستعمل لأن نستطيع أن نضبط الـ Navigation عندما تجيبوه للتليفون يكون لدينا 3 زرار الـ Recent و الـ Home هنا يمكننا نعمل الـ Navigation نستطيع أن نضبط كل الشغلات و يتمشي مضبوط لأنا مثل ما تكون إختياركم لكن المهم أن تعرفوا كيف تستطيع أن تضبطوا الشاشة على الـ S21 و S21 Plus ستكون 1080p 120 من العلبة لا يمكنكم أن تعملوا شيئا إذا تكون توفروا بطارية يمكنكم أن تنزلوها على الـ S21 Ultra يجب أن تعرفوا إذا تكون الـ QHD الـ High Resolution مع الـ 120 أما 1080p مع الـ 60 لدينا اختيارات كثيرة على الـ Ultra الآن أنا أكد أنكم أنكم تعرفون أين أقوم بعمل هذه الـ Wall Papers الموجودة على التليفون أيضا لدينا شيئا ما نتحدث عنه أول شيئا التليفون كما تشاهدون عندي موجودة على الشاشة موجودة هنا من لعبة اسمها DB Legends موجودة على Google Play Store إذا تلعبوها للعبة ستعرفوا مظبوط ما هي وهذه المسميين لـ Character Profile يمكنكم أن تعملوا تشجيل على التليفون لدينا تسجيل الفيديو ثم تضعوه كفيديو على الـ Lock Screen هذه كثير كثير منيحة لكن الآن دعنا نتحدث عن الـ Wallpaper الذي يرونه هنا هذا Live Wallpaper الذي أنا أستعمل هنا اسمه Ultra Pics Ultra Pics ليس مثل التليفون S21 Ultra يعمل كثير منيحة الآن أجددوه هنا خاصة حتى يزادوا صور زيادة حتى تمشي مع التليفون جديد S21 Ultra والذي يعجبني أنه يستعمل الصورة حتى تستطيع تخبي الكاميرا الموجودة لفوق مثلا كما رأيت تايفايتر موجودة فوق فوق مثلا مثلا نعمل بلاك بانتر نفس الشيء السيمبل طبعه يأتي لفوق يفرجينا كيف يأتي هذه معمولة خصوصيا حتى نستعمل صور بكل قوتهم وغير من خلال أنه نشوف أنه في عنا موجودة فوق هذه الصورة كتير حلوة مننا لسامسون بس منظلنا نذكر أنه الكاميرا موجودة فوق لدينا كمان الكثير حلوين اللي يقدر كمان يمشي علىها هذه ما تخبيها بس الحلاوة فيها أنه جوكو يعمل من خلال ونستعمل ونستعمل التي تعجبني كثيرا دعونا نرجع هنا عندما يكون سبايدرمان يتعلق مننا للكاميرا ويظل أن ينزل على الشاشة كثير حلوة ويظل أن ينزل لشيء جديد اسمها ألترا بيكس تشتغل على S21 S20 وتمشي مضبوطة على الشاشة موجودة كثير منيحة ويظل أن تتمشى الشيء الثاني الآن اسمها جديد 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 مع 3.1 على 11 الشيء الوحيد أنه لم يكن كل التطبيقات التي كانت موجودة في السن الماضي وصلت إلى هنا أول سيكون موجودة لدينا 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 تنزلين لكن بعد أن تدوروا لذلك مجموعة هي لدينا لدينا لأن لدينا جيدة لدينا أيضا بالآخر ثم بحثة لدينا أخرج أخطة العيلي هنا في جديد الجفن جميع للتطبيق موجود زيشت طبيعيل ً نظبطها من الوجو على النوج موجودة هون وفينا نزبطها وفينا نغير عدة شغلات كمان موجودة فيها سوفتتنا لهون فينا نشوف عدة شغلات الـ pointer فينا نغيرها فينا default sound حتى كمان فينا نغير شكله للزرار هيدول اللي عم يطلع هون النوعية تعيتها فينا نرجع للتوتش وزل اللي كان موجودة من أول شي على النوت وفينا نزبطهم كلهم هون حلوي كله بيمشي مظبوط كل شي بيمني هذا الألم بس ما بيشتغل على التليفونات القديمة لأنه على الـ OS 21 لأنه ما عنده النفس الـ display هادي الشاشة مثل الشاشة تعيت النوت 20 Ultra ولا النوت 20 بتشتغل مع القدم لأهلا بس ما عنا طريقة نقدر نشرج القرم نعطيه لها بتشحين لازم نستعمل الغطاء الغطاء اللي هني بيعوخ خصوصيا معه حتى نقدر نشرجه بس غير هكي عمنا theme park wonderland one hand plus هادي الحلو كتير اللي بتخلينا قدر أعمل شغلات هاك مثل ما عم نشوفوا عم نطمن الطبيق اللي كان موجود للي وراه فيني أعمل الـ back حتى أرجع أطلع منه هادي هون موجود الـ fantastic هادي نقدر نسحبه لتحد وشغلة كمان حلوة فين نسحبه لهون نعمل recent app هاك ولا حتى نعمل shortcut كنا نعمل عدة شغلات كتير كتير منيحة موجودة هون وكمان فين نعمل هادي هادي هالزر مثل ما عم تشوفوا هون الماوس اذا بدك تحنب توصلوا لفوق من غير ما تحطوا أصبعكم لفوق كل هالشغلات كتير منيحة خليني سكرها هون وهي هادي ها من قدر نزلهم من من الغري من الجالاكسي ستور ما موجودين بالجوجو بلاي ستور سو معناته اذا بدك تستعملوها فتحوا الجالاكسي أب ستور هون الجالاكسي ستور بالتليفون تبعكم فيكن تفوتوا عليها وفتشوا على التطبيق اسمه جود لك مجرد ما اطلقوه هيمشي مظبوط سو خليني نفتش هون مثل ما تشوفوا الجود لك بيكون موجود فيكن تنزلوه وتمشوه اذا ملاقيتو هون في عدة طرق تانية تقدر تجربوها بس هذه هي الطريقة الموجودة الاصلية بقلب الجالاكسي ستور بتفتشوا عليها وتنزلوه من هونيك دغري الآخر شيء بنا نتحدث عنه وحنا نتحدث هي من الكاميرايات الموجودة هون الكاميرايات الموجودة هون عدة مميزات جديدة فيها بدلاني تذكر من هذا التليفون ما بيستعملها بس الشغل اللي الحلوى كتير فيها اللي لازم نعرفها أول شيء نقدر نسجل 4K 60fps من قدام ومن ورا أعطيكم مصر هلا بعد شوية حتى تشوفوا كيف الصور مزبوط بس الشغل اللي بحب ترجيكم عليها اسم الشغل اللي يسميها الـ هذه كتير كتير حلوة وكتير عندنا مميزة كتير قوي وعن نستعمل القوة الحاسوب 888 منه لقوالكم حتى نقدر نشوف كل الكاميرايات هلا عنا الكاميرا الاسية موجودة من ورا عم نستعملها هون مثل ما عم تشوفوا عيدي ماشي وعنا الكاميرا موجودة الى فوق هلا خلينا نقلبها مضبوط من المشوف تصير الكاميرا الثاني الى تحت والكاميرا الاسيسية من فوق معناته انا بقلبي الفيديو معكم وفيها كمان نقدر نشوف عدة كاميرايات زيادة ونقدر ننقل بيناتهم وهي قوة للسيستام الجديد انه بتخلينا نستعمله ونقدر نستمتع فيها كتير دعنا نترجيكم مصرى مثل ما قلت لكم الكاميرايات كلهم وخاصة كيف الـ بيكون شكل لما يكون براه أول شيء نبدأ نستعمل الكاميرا الاساسيسية موجودة قدام هون على الـ S20 Ultra الـ S21 Ultra والكاميرا موجودة من ورا و قد نستطيع نستعمل marcada 4K 60FPS على كل الكاميرايات وعننا Timur Auto Focus بالتائم اصبحنا على الكاميرا الموجودة هادا مهم كثير لكن الشئ الذي يجب أن نعرفه على القليلة انه على قليلة لدينا 14K 60 من كل الكاميرايات دعنا نقوم بالكاميرا الى ربنا قبلنا على القليلة الموجودة بالتعادل يمكننا نستعمل المشكلة ل 4K 60FPS ويمكننا نستعمل 8K 30FPS ولكن على القليلة لدينا المهم الـ 4K 60 من كل الكاميرايات بهذه التليفون الجديد اذا كنت تتذكر في حالات التشميل هذا البيتو كنت تتذكر أن هذه التشميل بلسزلي للفيديو إلى 1080p 60 فريمز لن يمكننا أن نفهم على الشرق بقى، لن تذكر عليك كل الشيء الذي تظل منها ان شاء الله يكون حاجبكم الصوت والصورة من الفيديو الآن نستشأل شغلة جديدة موجودة بالتلفون بنفس الشيء بالأس 20 Ultra الس 21 Ultra نسمي لها الget مثل ما نرى اليمين هنا نعم لدينا عدة لمزات مرات نستشأل ونستشأل كل اللمزات في حالات المريض فيديو بنفس الوقت. الشيء الوحيد يجب أن تعرفوا أنه هالبريبيوز اللي عم تشوفونه على اليمين هلأ مع الشاشة اللي عم نشوفه نحن منهم ما عم بيمشوا من الكاميريات أصلاً. عم بيعملوا كراب من الوايد انجل لنز. معناته إذا بدي أقلب عليه هون ساعتها بتقلب على الكاميرا التالي فوتو على العادية. وفينا كمان نعمل الألترا وايد متل ما بنستعملها بالقبل. وطول الوقت نحن موجودين بقلب الفيديو. هيدا حلوة كتير. فينا كمان نغير كم شغل هون كيف نحط نحن نص نص أنا على اليمين وهي عشمال. وفينا كمان نطف الكاميرا التالي الموجودة قدام. هيدا كتير كتير منيحة. وإذا بدنا نسجل كله مضبوط فينا نعمل مطلع نقاها مش مرض نص نرجع مرده لمطلع مكان. بس هيدا شغلة كتير حلوة. تقدر تزبط الفيديوهات منقدر نعرف مضبوط شو هم نستعمل. وإخر واحد بكمان بدي أعطيكم إياه كبونوس هيدا حلوة. تحت الكلر بقلب بالتليفون إذا بتفوتوا على ثلاث زرار موجودين لفوق تعمل أختيار موجود اسمه هيدا بيخلينا نقدر نزبط كيف الشكل المكالمين ما بيجينا. أول عشان نقدر نغير اللايات. نقدر نزبطها ياما عادة ياما ياما بيكون البابل كبير. غير هيك يفيننا نغير طبعها. نقدر عملها بيت موجي. وإذا نعمل كل الشغلات اللي بدنا أنا اخترت الفيديو هيدا الموجود لورا. وعشان هيك بصير الفيديو طبعا مضبوط. إذا بدي أغيرها مثلا بدي أعملها هيك. هيدا هيك بيكون الشكلة. ببلش نحن عم نتحدث أو قبل ما نرد على التليفون بيكون عنا هالفيديو صغير. بس بتقدر تعمل الاختيار اللي بدكم إليه. هيدا الشغلة كتير كتير ميحة موجودة تحت التليفون. بس بدكم تفوتوا على ستنجز وتضبطوها. ثلاث تباية الاختيارات الموجودة هون هيكونوا نفس الشيء بين كل الاس تليفونات اللي اجيت من سامسون. الشغلات الوحيدة الموجودة على S21 Ultra ما موجودة على S21 و S21 Plus. أول شيء سيكون القلم لأنه هذا القلم ما موجود على عهون معنا نفس الشاشة. والشغلة الثانية سيكون الريزولوشن تعيت الشاشة تعيتنا. فينا نطلع على الأعلى. وعننا كاميريات زيادة يعني. ما عم بتحدثوا ان الكاميريات ما انهم مختلفين. انا بحكي عن مميزات. الشغلات الكاميريات الموجودة على الالترا إذا تكون جيبوها هذه شغلة كتير منيحة تفكروا فيها. بس. عشان نقدر نزبط و نستمتع فيها للتليفون. مجرد ما تزبطوا هالشغلات بسرعة. تجيبوا المعلومات تعيدكم. وتزبطوا البطن وكل شيء حتى تعرفوا كل شيء مزبوط. التليفون سيكون جاهز لتقدر تستمتعوا فيه. وتعملوا اللي بتكون فيه. تاختصوا صور. فيديوات. التعامل تعملوا اللي بتكون هي حيامشي مزبوط. اثنينياتهم لديهم ستيريو سبيكور. اثنينياتهم لديهم معقولة ما تكون موجودة بكل البلاد اللي نحنا عم بتشوفوا الفيديو فيه. فتشوا إذا ما لقيتوه بالأب ستور. فتشوا تحت الـ APK mirror والشغلات مثل هيدا. فيكن تنزلوها وتجربوها. فيه ناس جربوها ومشيت معهون. مجرد ما تنزلوا التطبيق طبع good luck تقدر تشوفوا التطبيقات التانية. إذا ما عم تلاقوهن فيكن تفتشوا عليهم واحدة بوحدة وتنزلوهن وإن شاء الله يمشوا لها لكم. ما بعرف لي good luck ما موجود بكل المراطق إن شاء الله نكونوا بسطتوا بالفيديو واستمتعتوا بكل هالشغلات اللي يجب نعملها حتى نقدر نزلوهن ونستمتع فيهم التليفونات الجديدة من سامسون. شوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد وشكرا جزيلا على كل الناس للمشتراك. يلا مع السلامة.